بالنسبة لقضية زيارة المقابر يوم الجمعة وانه في اسئلة بتقول هل انه في نصوص خاصة بان احنا يجب او يحبز او يفضل زيارة المقابر في يوم الجمعة وهناك اسئلة اخرى بتسأل هل انه بيحرم الزيارة يوم الجمعة الحقيقة ان انا ما عنديش اثر يعتمد عليه في الامرين لعندي اثر بيقول يعني دليل انه يجب الزيارة او يفضل او تفضل الزيارة يوم الجمعة وبالتالي اللي بيعمل كده أو بيروح يزور المقابر بغرض إنه رايح لتحصيل فضيلة معينة إنه يروح يزور يوم الجمعة لا أثر يعتمد عليه أي لا دليل يعتمد عليه في هذا الأمر وبالتالي حرمت من يقول بيئة زيارة يوم الجمعة أيضا أنا ما عنديش في ذلك أثر واضح في هذه المسألتين لكن إنه إذا أراد الإنسان مطلقا لأنه زيارة المقابر من المندوبات اللي بيفضل بيندب للإنسان أن يذهب متى شاء من ليل أو من نهار ومتى شاء بالنسبة لوقته ما عندوش وقت محدد بيقعده والمفترض أنه بيبقى رايح هناك للاعتبار ولتذكر حقائق الحياة الدنيا وأن الإنسان مصيره إلى ذلك المقال وهي من باب الاعتبار وللتعاض يبقى أنا ما عنديش تحديد بوقت معين وما عنديش كذلك يعني تحديدات بأوقات أو بأزمان معينة وأرجو إن إحنا نبقى فاهمين هذا الأمر إن الأسئلة لحقيقة كانت كتيرة جدا فيه هذا الأمر منها مثلا إن أخت فاضلة بتقول طيب إحنا في المنطقة اللي إحنا فيها حكم زيارة القبور يوم الجمعة بتقول إحنا عندنا في الجيزة طول الأسبوع ما فيش حد بيزوره بتكون هادية وما ينفعش نروح كسيدات إلا يوم الجمعة في زيارات كثيرة واحدة من الأخوات أفتت بإنه زيارة القبور يوم الجمعة إثم برجاء الإفادة مع العلم إن يوم الجمعة الوحيد الذي نستطيع فيه الذهاب لهناك طبعا إحنا بس نلتزم بي الأداب الشرعية الأخت اللي قالت لكم بإنه ده يحرم ربما فهمت منكم إن إنتوا فاهمين إنه فيه أفضلية بالزيارة أو إنتوا معتقدين بإنه فيه فضل للزيارة يوم الجمعة لإن ده متكارن من الناس لكن لو إحنا بنروح عشان هو اليوم المتاح بالنسبة لنا سواء من النساء أو من الرجال فهو المتاح بالنسبة لإن أنا روح يوم الجمعة وما عنديش اعتقاد ولا ظن بإنه الزيارة يوم الجمعة لها فضل أو ورد بها نص لا ده أنا بروح لأنه ده اليوم اللي أنا بالنسبة لي يوم أجازة وإحنا بقدر إن أنا أروح أزور فيه ولكن برضو بنقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن يعني كثرة زيارة القبور بالنسبة لي النساء فإحنا مش المنع لكن الكثرة دي اللي هي كل أسبوع دي مش المفترض إن إحنا نعمل كده لكن نهى كل فترة لمن أراد أن يزور وإحنا ما عندناش غريوم الجمعة هو اللي فاضي إلا أنا بقدر أروح أزور فيه فلا بأس وإنت رايحة هناك وبتزوري ليس عندك اعتقاد قلبي بأن لهذا اليوم أفضلية في الزيارة إنما هو اليوم المتاح اللي إحنا قادرين نزور فيه فبالتالي نقدر نزور سبت نزور حد نزور اتنين نزور جمعة أي يوم فاضي بالنسبة لنا إحنا عايزين نروح لزيارة القبور فلا بأس في ذلك وتقدر مع عدم الإكثار من الزيارة يا أختنا الفاضلة وهناك الإنسان يشتغل بيئة ذكر وبيئة التضرع وبيئة الدعاء ولا ينشغل بأشياء أخرى تخرجه عن حد الوقار من البكاء والنحيب وتصرفات اللي للأسف بنجدها من بعض النساء لأن المرأة بطبعها فيها رقة وده بيسير مشاعرها بسرعة ولكن احنا عايزين نلتزم بهذه الأداب قدر المستطاع لأنه في التزمنا بالأداب وبالأحكام الشرعية هذه الرعاية اللي المفترض تكون في قلب كل إنسان مؤمن من الرجال أو من النساء بيخلي الإنسان أكثر استعدادا لتلقي الأنوار الربانية لأنه الإنسان سارع بتنفيذ ما يرضي الله سبحانه وتعالى فنقدر نزور طالما احنا مش معتقدين أنه يعني احنا بنروح لقصد اليوم بنفسه أننا رايحة زور عشان هو يوم الجمعة لا هو المتاح بالنسبالي فلا شيء في ذلك أختنا الفاضلة وصحاح المعلومة للأخت التي قالت ذلك فربما من أفتادكم بذلك اعتقدت أن انتوا فاهمين أن انتوا بتروحوا لأفضلية في ذات اليوم وربما نقل الأمر لإنسان أنت بتاخد منه العلم فبتنقله بصفة معينة أو بتنقلها بشكل أو بصورة معينة فتخلي اللي قدامك ينقل لك العلم بصورة ربما خاطئة ويبقى أنا طريقة عرضي للأمر طريقة خاطئة عشان كده أنا دايما نقول إيه اللي بيسأل المسئولية على السائل أنت تعرض السؤال وأنا قدر المستطاع أفهم أو أستفهم من السائل أو من السائلة عشان ما يبقاش فيه يعني تلبيس فيه المعاني اشتركوا في القناة